موسيقى تعرف شو هي بيرموا مصامير في الشارع ولا هي بالزبط في حتوب الباك انا مرة في بلد من البلدان غيرنا بشارع واحد ثلاث مرات في العقل بقول لك انا في بلد من البلدان كنا فيها بالزيارة بشارع من هالشوارع اللي فيها غيرنا العقل ثلاث مرات لا ده كده ده بيهرجوا دول كان في واحد ماشي بكسمة سامير وتفضل منه ولا حاجة احنا كده اتكلمنا على المشاريع اللي خارج الصندوق تمام؟ يعني فيه مشاريع كتير خارج الصندوق فيه اشياء كثيرة صحيح والله فيه اشياء كثيرة فكرة الاستقرار في الفلبين فكرة الاستقرار في الفلبين ان انت عايز تقعد في الفلبين تمام؟ رقم واحد ما تعتمدش على اللغة بتعرف فيلبيني ما لها الشواء ساذ امجد الاستقرار في الفلبين حضرتك بتعرف فيلبيني مش شرط بتعرف لغة مش شرط بتعرف انجليزي مش شرط بتعرف بساية تقالوك برضو مش شرط تمام؟ لازم تفهم ظروف البلد اللي انت قاعد فيها يعني الساذ ابراهيم قاعد في فيكوريا صحيح بيعتمد على تمام؟ ان هو لو فتح حتى بآلة هيعتمد على مصنع السكر لجنبه والعمالة بتاعت السكر الناس اللي بتيجي بعملت السكر تمام؟ لو فتح تمام؟ يعني مكان لما بيت العمالة تمام؟ فهو ماعتمد بنسبة مية في المية على المصنع اللي جنبه تمام؟ طب لو انت رحت منطقة ما فيهاش مصنع تدور على المشروع ليناسب المنطقة اللي انت فيها تمام؟ وزيلا على كده مشروع انت فاهمه مش تروح تقلف مشروع وخلاص استقرارك في الفلبين بيعتمد عليك انت درجة اولى درجة اولى وازاي تستوعب ان انت تتعامل مع الفلبينين زي ما قلتلك هتتعامل بالفلوس تمام؟ هتتعامل ان انت تشتري محبة بالفلوس ابيض يا ورد ولا اي حاجة هتتعتمد ان انت تبقى ليهم ارجوز وتضحكهم ولا كأنك عملت حاجة اهم شيء ان انت لو عندك بضاعة تخفضه لهم لو انت بتشكك او بتدي بالشكك او بتدي بالآجل تمام؟ تتراحم معهم تتراحم معهم لو انت هتسلف اعتمد ان انت اللي انت بتسلفه ومش هترده بل انت هتطلعه للناس هيعتبر ان انت صدقة تمام؟ تمام؟ في الحالة دي الفلبيني بيقف جنبك وقعت بيقف جنبك حصل اي مصيبة معاك لقدر الله بيقف جنبك تمام؟ اعتمادك على جرانك واهم شيء يعني بنسبة كبيرة قوي حاول تبعد عن اهل امراطك لو انت حتعمل مثلا انت قاعد في منطقة ابعد عن اهل امراطك رغم ان انا قاعد جنب اهل امراطي والاستاذ وراء قاعد جنب اهل امراطه لكن انا بنصحك ان انت تبعد عن اهل امراطك هل انا مأزي من اهل امراتي? لأ. واقسم بالله لأ. ورب وما اعبد لأ. انا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لكن تجارب الغير اللي احنا شفناها يا غالي. تمام تجارب الغير اللي احنا شفناها. لا في ناس اتأذت من اهل امراته. اتأذى واتأذى جامد. واتأذى وصلت للسجن ووصلت للتهديد بالقتل وبسبب ايه حضرتك? ان ثقافة يعني ثقافة العربي مش متوافقة مع الاهل. ثقافة العربي مش متوافقة مع الاهل. وحنرجع تاني واقول ان انا بعمل فيديوهات بعرف بيها الفلبنيين من هم العرب. فلو عايزين تساعدوني اكتبوا لي سكريبت على كل واحد عن بلده. عادات تقاليد. اه كلام ده كله. دي سكريبت اهل حاجة يكون اربع صفحات. ابعتهولي يا عمل حاجة. حطه على جروب التليجرام. وبعتهولي. وانا اعمله عادة تنسيق وعمله بالتجالج عشان ننشره للناس. مش عايز تشارك شارك بان انت تنشر الفيديو. لو لقيت ان الحاجة دي تابعة بلدك. يعني لقيت تابعة مثلا اه السعودية اه الامارات اه تاريخ الامارات تاريخ السعودية تاريخ الكويت تاريخ مصر تاريخ تونس تاريخ المغرب. تمام? انشروا لحبيبك من الفلبنيين. قلهم دي بلدي. تمام? وانا كده كده هحط الاسكريبت كامل باللغة العربية. يعني اللي انا كده بال اللي هو بيتنطق بالتجالج هحطه باللغة العربية. تمام? تقرؤوا وتعرفوا تاريخ بلدكم من العربي وتشوفوا تتأكدوا الكلام بتاعي صحيح ولا لا? وكل معلومة انا بدور عليها ما بسيبهاش الا لما ادور عليها مرة واتنين وتلاتة. وادور على الشخص صاحب البلد يرجع عليها. يعني لو عملت انا مسكريبت مثلا عن تونس. هروح على دور على الأستاذ رشيد خد رجعلي الورقة دي. يرجعها يشوفها تمام? اه تمام. زي الأستاذ اسامة بالزبط. لما باجي اعمل حاجة بهم بعيدت له الاستكريبت. تمام? يقرأ يقول لي لأ في خطأ هنا في خطأ هنا في خطأ هنا. كزالك لما عملت حاجة عن الأردن هبعاتها لأستاذ إبراهيم او لأستاذ اسامة. او الاتنين. تمام? وكل واحد يقول لي دي كزا لأ هنا خطأ دي خطأ ابتدل ان انا عدل. تمام? وبناء انا عليه عشان انا مزعلش بيشان سبراهيم ممكن احط معلومة غلط ليه ازعله مني لانه هنقل المعلومة دي بلغة تانية لناس تانيين فلو انا نقلت المعلومة الغلط دي هتفضل تتباق يعني تتناقل ما بين الناس الفلبينين على مدى طويل فاستقرارك في الفلبين بيعتمد عليك من تعاملك مع الناس وتعاملك مع اهل امراتك وتعاملك مع جيرانك و تفكيرك في المنطقة اللي انت فيها ومحدودية ميزانيتك والمشروع اللي انت هتعمله لازم تكون انت عارفه كويس وعارف مخطره والريسك بتاعه قد ايه وزيادة على كده تمام المنطقة بحاجته ولا مش بحاجته المشروع بتاعك ولا لا بقولي يعني شوف المنطقة بحاجة هذا المشروع ولا مش بحاجته وكمان لا تعتمد اه ولا تعتمد على اهل امراتك بنسبة مية بالمية انت شوف الشخص على ادارة مشروع لا 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 في ناس لا لا استاذ ابراهيم نحن بنتكلم فيه ما تعتمدش عليهم بنسبة كبيرة يعني لو هتعتمد عليهم خمسيه ختين مية اه انا بقى انا بقى انا بقى انا شو اللي بقول شوف نقي واحد يكون شغيل وهو حابب يطور من نفسه. ده. اه. ويكون امين هذيك الساعة لا بتقدر ايش انك تشتغل. اما واحد. اه. الاساس ام جدوا لك اه اه شراء الشراء للاجانب واجارها مسموح اه مسموح يا غالي تقدر تشتري شقة. تمام او او غر يعني اه ستوديو تقدر تشتري عادي فيش ادنى مشكلة ويكون باسمك كمان. تمام? لو انت متزوج هيكون باسمك واسم امراتك. لو انت سائح موجود في داخل الفلبين هيكون باسمك بس. تمام? هل تقدر تحصل عليه على اقامة دائمة? تمام? اه تقدر تحصل عليه على اقامة دائمة من عن طريق الشقة. تمام? لكن الموضوع مش سهل. ولازم فيها محامي ودنيا وفيلم ولازم تحط اداع ولازم تكون الشقة تكون تمان هكذا ولها مبلغ معين وتكون منطقة معينة. لها شروط ومواصفاته عن الشقة اللي انت حتاخد عليها الاقامة اللي هي اذا كنت كمان متقاعد بتكون اسهل واسهل.�ية اقامة.ه بتاخد اقامة اي ترتين. تمام? لها شروط وشروط طويلة اوي. تمام? لازم يكون معاك بواحد محامي عشان تقدر تاخد عليها هل تقدر تاخدها معاك بنفسك الله معاك يعني تقدر عايز تاخدها بنفسك تمام الله معاك هتطرفض ويقول لك لا او مش عارف ايه وخش بقى في متاهات لكن المحامي هو عارف من نهايتها عارف من اين تقل الكتف هو عارف جاية جاية من ين حيجيبها لك في مينت هياخد مبلغ معين تمام وتوكل على الله بس لكن اه تقدر تاخد من ايجار تقدر تاخد ايجار من شقة كبيع او شرة تمام او ايجار عادي مفيش مشكلة الله بصلاة نبيه في كان سؤال كل دي يا جماعة اسئلتكم انتو انا الكلام اللي بتكلم فيه ده كلها اسئلتكم انتو في خلال الفترة الاسبوع اللي فات ده فكر التعامل عرب مع بعض وعمل اتحاد ثقافي اه اتفق العرب على ان لا يتفقوا اتفق العرب على ان لا يتفقو بس ده ارد السؤال كان اخ كتب الكلام ده في الجروب التليجرام اتفق العرب على ان لا يتفقوا ان احنا نعمل اتحاد ثقافي بص اجيب لك من نهاية بص يا ابن الحلالب في ناس هنا بتعمل اه اه حفلات سنوية. فيه ناس بتعملوا يقولك اه ويلا نعمل حفلة سنوية للعرب لحجز الحفلة خش على هذا الرابط او ادخل على هذا الرابط. هو بيكون عاملة تسويق سياحي ليه حبيبا. يعني مفيش حاجة هنا بتتعمل. مفيش عربي بيعمل حاجة لجمع العرب مع بعض لله. تمام? يعني مش عايزة اشكر في نفسي وقولك الا انا وبتاع مش عارف ايه. انا خارج بره لله دي. انا ما بستسمرش حاجة لله يعني يعني ما بستسمرش حاجة استغفو رضا العظيم يا رب. ما بستسمرش حاجة ان انا اجمع العرب. الموضوع ده لله. كل حاجة لله. البوت لله. يمكن قلت الكلام ده لتالت مرة. كان بيكلمني بقول البيت. اخد عليه ما بيني ما بينه. ويقسم على هذا وانا اقسم على هذا الكلام. قال لي انت بتحصل فلوس من البوت قلت له اقسم بربي وما اعبد ما بحصل منه بيه سوع. بيه سواحد ما بحطوش في جيبي منه. وهو اصلا نفيش كله معمولة. قلت لك ليش امتعب حالك? قلت لك ليش امتعب حالك? هو بيقول ليه ليش امتعب حالك? انا بديكم المعلومة يا جماعة لله. تمام? فمحدش هنا من العرب من النوادر جدا نوادر النوادر زي الجواهر كده زي الالماز كده. من النوادر النوادر ان انت تلاقي بيطلع حد من العرب يعني ان بقولكش ما فيش عرب ان بيعملش لا لله. لا في عرب بيعملوا الله. لا في عرب. وفي ناس محترمين جدا. بتحطي على الجرح يبرد. بس من النوادر النوادر اللي هو من الصعب ان انت تلاقيهم. لكن اي حد حتى يقول ان احنا نعمل مجتمع مع بعض ثقافي. هنعمل حفلة. هنجمع بعضنا. عايزين نفتر في رمضان. عايزين نجمع اهلنا مع بعضنا. هتلاقي في الاخر خارس لينك تخش عشان تحقص تذكرة. اضطاها قاعدة اساسية. اشتركوا في القناة